مشاهدينا العلاقات الدولية بين دولة الإمارات العلاقات الوثيقة في الحقيقة العلاقات الراسخة بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة علاقات تاريخية عريقة تجمعنا بأشقاءنا الكويتيين العديد من الصفات المشتركة المحبة، التراث، العادات، التقاليد، النسب للحديث أكثر ربما عن هذا التاريخ الحافل تنضم إلينا في الستيديو الدكتورة بدرية الشامسي وهي أستاذ مساعد في كلية الآداب والعلوم الإنسانية قسم التاريخ والحضارة الإسلامية في جامعة الشارقة دكتورة مساء الخير حياتي الله معانا في هذه التغطية من خلالها خصصنا هذه الحلقة لتحديدا وفاة الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة الأسبق طيب الله ترى، ماذا تقولين؟ في البداية أقول في هذه المناسبة نحن نعزي أنفسنا قبل أن نعزي أهل الكويت وقدم لأهل الكويت خالص التعازي بمناسبة هذه المؤسات التي يمر بها الوطن فالمصاب واحد ووفاة الشيخ صباح كان لها أثر كبير في نفوسنا كما لها أثر في نفوسهم فكما قلت المصاب واحد أقول لهم أحسن الله عزائكم وعزائنا بوفاة الأمير صباح أمير الإنسانية صحيح يعني العلاقات الوثيقة كما ذكرنا في المقدمة التي تربط بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإشقائنا في دولة الكويت على مختلف المستويات سواء العلاقات ما بين القيادتين أو القادة أو حتى ما بين الشعبين علاقات تمتد إلى تاريخ وإرث عريق حتينا دكتورة عن هذا التاريخ المشترك الذي يجمع الشعبين الشقيقين نعم العلاقة بين الإمارات والكويت علاقة قديمة جدا قدم التاريخ قد نقول ولا يعني أكثر ما كان يربط أهل الإمارات بالكويت رحلة الغوص التي كانت رحلة مشتركة بينهم كان تجارهم يلتقون مع بعضهم البعض في المغاصات وفي بيع اللؤلؤ كذلك السفن كانت تبحر جميعها في الخليج العربي الذي هو مشترك بين كل دول الخليج كانوا يلتقون في مراكز اقتصادية مثلا في البصرة كانوا يأتون لشراء مثلا التجارة بالتمر ويذهبون جميعا لبيعها وحتى كذلك كانوا يذهبون جميعهم إلى الهند لبيع اللؤلؤ فالعلاقات وطيدة منذ ذلك التاريخ أهل الإمارات والكويت بينهم نسب بينهم علاقات اجتماعية حتى أن دماء أهل الإمارات قد وريقت على أرض الكويت فصبحنا شيء واحد فليس هناك فرق بيننا وبينهم إنما نحن أشقاء أكثر عمقا من الشيء بيننا وبينهم تفضلي دكتور إذا عندك إضافة أقول مثل ما قلنا من قدم التاريخ منذ أيام الغوص حتى عصر الانفتاح ظهور النفط كل هذا جمع بين الشعبين في كل المجالات صحيح كذلك لو توقفنا عند الجانب التعليمي دولة الكويت من أولى الدول في الحقيقة التي أدخل إليها التعليم وأرسلت البعثات تلو الأخرى من دولة الإمارات لمواصلة استكمال دراساتهم هناك لو توقفنا عند هذا الجانب المهم والكويت التي كانت سباقة كذلك في احتضان شقائها الخليجيين وفي إرسال بعثات تعليمية فيما بعد من دولة الكويت إلى دول الخليج صحيح كلام صحيح فهذا فعلا من الأشياء الجميلة التي يذكرها أهل الإمارات وأهل الخليج جميعا الكويت كدولة نالت استقلالها قبل جميع الدول الخليج وظهر فيها البترول من ثلاثينات القرن الماضي لم تبخل فعلا كما ذكرت على أشقائها في عهد شيخ عبدالله السالم كان يحب لشعب أشقائها الدول الخليجية فعلا أرسلت البعثات التعليبية لدولة الإمارات كان هذا تقريبا في خمسينات القرن الماضي 1955 جاءت أول بعثة إلى الإمارات مزودة بكل شيء بنت المدارس التعليم المناهج نحن لفترة ليست ببعيدة كانت مناهج الكويت هي التي تدرس في الإمارات ونحن نفخر بذلك بالإضافة إلى مجال آخر غير التعليم كان مجال الصحة وهما شيء لا يختل لا نستطيع أن نستغني عن الأول دون الثاني وكان للكويت أيضا دور كبير لا تزال مدارس في دولة الإمارات تحمل اسم الكويت لا تزال مستشفيات تحمل اسم الكويت بعثات طبية كانت تأتي إلى الكويت فبنيت مستشفيات في دبي في الشارقة في الإمارات في رأس الخيمة لا يزال يسمى مستشفى الكويت وشارع الكويت حتى في رأس الخيمة موجود الشارع يسمى بشارع الكويت نسبة إلى المستشفى الذي كان في ذلك الشارع هذه بصمات الكويت التي لا تزال في دولة الإمارات نحن توقفنا عند المجال التعليمي بالتحديد وقبل ذلك ما يجمع الشعبين الشقيقين خصوصا أنه جزء كبير من هذه دولة الإمارات ذهبوا إلى الكويت لطلب الرزق والعمل هناك ومن ثم العودة مرة أخرى سنتوقف عند الجانب الفني والجانب الإعلامي والكويت كانت سباقة في هذا المجال من خلال الفنون من خلال الدراما التي كانت وما زالت حاضرة في كل بيت من خلال شاشة التلفاز كذلك هذا جانب مهم ارتبطنا منذ الصغر بالدراما الكويتية صحيح فعلا أن الدراما الكويتية هي التي ربطتنا بالكويت أكثر حتى منذ أن كنا صغارا كنا لا نشاهد إلا المسلسلات الكويتية ولها بصمات طبعا علينا فكانت الكويت مرادف للأشياء الجميلة سواء كانت في التلفزيون حتى الرسوم المتحركة لا نزال نتذكر أفتح يا سمسم وكان هذا من حتى الديباجة التي تقال في البداية من إنتاج من إنتاج دولة الكويت أو دول خليج المشتركة وفي النهاية تذكر الكويت هذا في مجال الدراما أيضا كان تعاون في مجال الدراما الإماراتية والكويتية الجميع يتذكر مسلسل الغوث كان مشترك بين دولة الكويت وبين دولة الإمارات لا نزال نتذكر درب الزلق لا نزال نتذكر ديدة حبابة يعني أشياء ارتبطت مثل ما قلت في طبخولتنا وفي عندما حتى كبرنا لا تزال هي الكويت يعني وأنا يعني واحد من ناس دائما يعني حتى حكام الكويت ارتبطنا بهم هاي أغنية جابر ويا سعد هم سندنا للأبد هاي كنا نردتها بدون بشكل تلقائي فكانت فعلا الإدراما والتلفزيون هي من الكويت في البداية حكام دولة الكويت السابقين طيب الله ثراهم حرصوا على تنمية تحديدا هذه الجوانب التي تميزت وتفوقت فيها دولة الكويت الشقيقة في كافة المجالات سنتوقف عند عصر التنمية والازدهار في هذا الجانب سواء كان الثقافي الفني أو حتى التعليمي أو الرياضي في عهد المغفور للشيخ صباح لحمد الجابر الصباح طيب الله ثرا فهو كان حريصا على دعم أبناء دولة الكويت ودول مدرسة تعاون عموما في كافة المجالات سواء كانت تعليمية ثقافية فنية رياضية وأكبر ما يدلل على ذلك في الحقيقة حرص الكويت على استضافة العديد من الأحداث المهمة خليجيا في المقام الأول ومن ثم على المستوى الاقليمي والدولي صحيح غفر الله له الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثرا عندما تولى الحكم في الكويت تهتم جدا في الشؤون الداخلية وبالإضافة إلى الشؤون الخارجية صباح الأحمد سمي بعميد الدبلوماسي العالمي وحيث جمع بين الاثنين السياسة والاقتصاد صباح الأحمد استطاع أن يربط أخل الكويت مع بعضهم البعض لا ننسى كلمته المشورة أهم عيالي صحيح عندما حدث ذلك الحدث المؤسف في الكويت وتفجيرات التي حدثت في المسجد ذهب بنفسه خلال عندما حدث الحدث صحيح فكانوا خايفين عليه لا تذهب الأمن لا يزال غير مستثب فقال كيف لا أذهب إلى أولادي هنا جمع الشعبين باختلاف مذاهبهم وغيرهم في هذه الكلمة جعلتهم يرتبطون أكثر مع بعضهم البعض رجل حكمة رجل الإنسانية كان دائما يقول أفرح عندما تقولون يبا فهذا الرجل شعب الكويت إذا بكاه سيبكيه دوما لذكر نثير مواقفه الجميلة معهم صباح الأحمد اهتم بالتعليم جدا فأسس في عهده أسس مركز للموهوبين صباح الأحمد اهتم بالتعليم واهتم بالمعلم فكان يكرم سنويا كل معلم متميز بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي بدأت تظهر نهضة اقتصادية في الكويت في عهده بالإضافة إلى العلاقات الخارجية أعاد حتى علاقاته مع من اعتدى عليه ووطد العلاقات مع دول المجاورة هو حمامة سلام لنشر الأمن والأمان في بين الدول الخليجية وبين الدول العالم هذا هو صباح الأحمد عندما نقول صباح الإنسانية لا يعني نكون حتى يعطينا جزء من حقه فهو فعلا رجل السلام والإنسان لو أردنا أن نخلد سيرة الراحل من خلال تحديدا تلقين أبنائنا في كافة التخصصات سواء في المراحل التعليمية المبكرة المتوسطة أو الثانوية أو حتى الجامعية الدكتورة ماذا يمكن أن نقول لأبنائنا عن سيرة الراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح؟ طبعا نحن في مناهجنا الحالية في دولة الإمارات هناك دروس تتحدث عن دول الخليج وتتحدث عن العلاقات بين دولة الإمارات وبين دولة الكويت وماذا قدمت الإمارات في وقت أزمة الكويت وماذا قدمت الكويت للإمارات هذه نقطة نحن في جامعة الشارج مثلا لدينا طلبة يدرسون من الكويت وينتسبون لجامعة الشارج كذلك منهم الجانب العلاقات الاجتماعية أو العلاقات السياسية بين دولة الإمارات والكويت من خلال البحوث رسائل الماجستير كثير من عنوين رسائل الماجستير تتكلم عن العلاقات بين الإمارات والكويت وتركز مثلا عن الجانب الإعلامي الجانب الصحي الجانب التعليمي فهذا نوع من الترابط طبعا الآن مثلا إعلام دولة الإمارات منذ الأمس منذ إعلان الوفاة حتى اليوم وأكبر دليل هذا البرنامج أن يتحدث عن هذا الرجل فهو ثقيتنا كما هو ثقيتهم فلم نهمل شيء ولن يهمل كأن الذي حدث حدث لنا فهذا صباح الأحمد أنا أقول مثل ما قلت هو فعلا حمامة سلام للعالم جمع أجبر لا شك في ذلك وأنت تستذكرين الرسائل الخاصة بالبحوث والدراسات العليا الخاصة بالتاريخ المشترك الذي يجمعنا مع شقائنا في دول مجلس تعاون الخليجي أستذكر ربما أغلى هدية قدمها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عوض مجلس الأعلى حاكم الشارق الله حفظه ويرعاه وهو كتاب وإصدار بيان الكويت التي قام بإهدائها لشعب الكويت الشقيق وصطر من خلالها العديد من المعلومات المهمة الخاصة بدولة الكويت هذا أبلغ ربما دليل على محبة القيادة لدولة الكويت ومحبة الشعبين كذلك الشقيقين أنا سعد بوجودة معي دكتورة وبما قدمتي كذلك من إضافة مهمة في هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية شكرا جزيلا لك دكتورة شكرا لإستضافة ومقصرتك الله يحفظك إذن مشاهدنا إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة الخاصة والاستثنائية نتمنى لدولة الكويت الشقيقة قيادة وشعبا المزيد من الاستقرار والرخاء ومرة أخرى نترحم على المغفور لبإذن الله الشيخ الصباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة ونسأل الله أن يثبته عند السؤال وأن يرزقه فسيح جناته وأن يلهم أهلنا في دولة الكويت الشقيقة الصبر والسلوان وأن يوفق كذلك صاحب السمو الشيخ نوافل أحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت في حكم البلاد وفي كل ما له مصلحة للشعب الكويتي الشقيقة إلى هنا نصل إلى الختام دمتم في حفظ المولى وإلى اللقاء